اهلا بكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة من مقارنات الخنفاري. النهاردة احنا هنقارن برفانين من البرفانات النجحة جدا في السوق في الفترة الحالية واللي مكسرة الدنيا وبقى لهم فترة يعني عاملين ضجة جمدة. هنقارن مع ديور سافاج. اه قبل ما نبتدي يا ريت لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب واكتبلي في الكومنتات لو في اي مقارنات ما بين البرفانات عايزني اعملها او في البرفانات معينة عايزني عمل لها او عندك اي افكار متعلقة بالبرفانات بشكل عام. ويديني فيدباك في الموجمل يعني ده يبقى كويس ليا وما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو هينتشر شوي. نرجع تاني البرفانين دول. اه ايه وضعهم وايه حكايتهم وليه عاملين الالبانة الجامدة الفترة اللي فاتت. انا اسمت لك المقارنة دي لكزا نقطة كالعادة اللي امتبعني من فترة عارف ان انا المقارنات بقارن فيها التركيبة والاداء والعمل يعني والسعر واقول لك في الاخر يعني لو حد منهم يفوز على التاني وحد ليه افضلية كبيرة على التاني هقول لك مين ولا نصحك تشتري مين اه مين فيهم وانت طبعا ايه صيد قرارك يعني انت حر ودي ازواق شخصية. نبتدي الاول بتركيبة الفرزاتشي ايروس. الفرزاتشي ايروس من التركيبات الطبيعية. على عكس الديور سافاج. الديور سافاج ممكن يكون تركيبته انت ما بتشمه بتحس ان هو كله صناعي في بعضه. يعني الريحة اللي فيه مش 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 طبعية خلص يعني الموضوع صناعي بحث تماما. الفرزاتشي ايروس آآ ريحته طبعية ريحته فيها نعناع ريحته فيها تفاح آآ فيها في حاجة كتير طبعية بتحس ان هو منعش ويعني بيخضخ للطبيعة شوية. عكس الديور سافاجر لتركيبة جميلة وكل حاجة ما اختلفتش بس بتحس ان هو صناعي. فمن وجهة نظري انا لو التركيبة انا هدي لحد فيهم افضلية عن التاني انا هدي التركيبة لفرزاتشي ايروس بحس ان هو ريحته منعشة اكتر من ديور سافاج. ما تفهمونيش غلط انا مش بقول ان ديور سافاج وحش. ديور سافاج من احلى البرفانات اللي ممكن الواحد يجربها على الاطلاق. الريحة جميلة جدا. البرفاندة مكسر الدنيا وده بسبب ان هو حلو. واداءه كويس وكل حاجة. وريحته جميلة. بس انا بتكلم انا من منظور شخصي لو هدي مسلا ديور سافاج تسعة من عشرة. هدي تسعة ونص من عشرة. طبعا دير تبقى تختلف من شخص للتاني. والاتنين متقربين جدا. بس ده ايه يعني فيه فيه يعني افضلية شوية من من التاني. اه نيجي النقطة تانية وهي نقطة التعددية لاستخدام. التركيبة بتاعت البرفانين دول بتخليهم متعددين لاستخدام بطريقة كويسة قوي. اه الديور سافاج انت ممكن تستخدمه في كل الفصول صيف او شتة ربيع خريف اي وقت وفي اي مكان وفي اي حاجة البرفان هيقدم عاك كويس. انا بحب استخدمه بس في الصيف والربيع. ما بحبش استخدمه في الشتة مع ان هو ممكن استخدامه في الشتة لانه هو مسكر. البرفان فيه عالية فانت ممكن تعدد به في الشتة بس لو الشتة مش جامد قوي. يعني اعتقد الشتة في الوطن العربي ممكن يعدد بيه كويس. سنية واحدة. بتاع دي بعدي تعاني ليه كده سنية. اه. ما حب الزرعة دي معلش. نرجع للموضوع. الفرزاتش ايروس انت ممكن تستخدمه في كل الفصول. ومعادة الشتة. وفي المناسبات الكتير. مناسبات البرفانات دي انا دايما بقول ان فرزاتش ايروس من البرفانات بتاعت او اللي هي او الفان والبلايفول. بمعنى ان انت يعني الريحة مزعجة شوية او مش مزعجة هي الريحة صارخة شوية. فبتلفت انتباه لحواليك ببابل جامدة حواليك. يعني فوحانه كبير وكل حاجة ولكنه رازين في نفسه شوية. يعني الديور بتحس ان هو اهدى شوية من الفرزاتش ايروس ماهوش ماهوش صارخ اوي. فالفرزاتش ايروس انا ممكن اقول من استخدامه ويبقى للكاجول بشكل عام. انت ممكن تستخدمه ككاجول او كفورمل. فالديورس افاج ليه افضلية في حتة التعددية الاستخدام عن الفرزاتش ايروس. لو هنيجي العامل الاطراءات من الستات بالذات. فنقدر اقول لك ان الاتنين بيجيبوا بيعملوا معاهم شغل جامد اوي 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 يعني. البرفانين ممكن ما اقول اللي اتنين زي بعض في الموضوع ده. الستات بيحبوا جدا الريحة دي. انتعدي من جنب اي واحدة وانتحاطت او انتحاطت او انتحاطت او ولكن انا يمكن اقول ان في الصيف بيبقى الريحة مايالة اكتر ان هما بيحبوا الفرزاتش ايروس بسبب ان الطبيعة بتبقى حر يعني الدنيا حر. وفي بيبقى فيه ريحة منعيشة اكتر بالنعناع والتفاح اللي هو فيه. فالفرزاتش ايروس ممكن اقول ان هو في الصيف بيجيب اكتر. انما لو الرسميات او في اي مواقف تانية غير الكاجول بتاعت الصيف. الديور سفاش ممكن يجيبلك اطراءات اكتر. فالاتنين انا مقدرش اقول لك ان في حد فيهم افضل من التاني في الاطراءات بالنسبة للستات. الستات بيحبوهم جدا. آآ يعني بيبذولك وبييجوا يكلموك اساسا يقولك انت حاطة برفان ايه? البرفان ده جميل وحلو. فالاتنين منتزين جدا في نقطة الاطراءات. نيجي الحاجة تانية زي الاداء. اداء البرفانين دول عامل ازاي? والله النقطة دي انا احترتي فيها شوية لان اداء البرفانين آآ متقارب لدرجة ممكن اقول ان الاتنين زي بعض بس لما فكرت شوية تاني. آآ لازم اقول ان الجديدة من للأسف ما بقتش زي الاول. كان المعتاد بتاعه ان هو فوحانه كبير قوي وسباته طويل. يعني بيقعد مسلا تمن ساعات ولا حاجة. للأسف في الجديدة في ما بقاش بيقعد زي الاول. البتش اللي معايا ده ده باتش شانية واحدة. ده الفين وتسعتاشر. اللي معايا ده الفين وتسعتاشر. انا مباشتكيش من الاداء. بس انا اللي عرفه واللي اجربته قبل كده ان البتشات القديمة افضل نسبيا من البتشات الجديدة. فانا هنصحك لو انت عايا تجيب على اساس ان هو الاداء بتاعه قوي حاول تجيب البتشات القديمة. مش معناها ان البتشات الجديدة وحشة بالعكس البتشات الجديدة لسه كويسة. بس التانية لها افضل ايه. الديور بتاعه كويس الاداء بتاعه كويس سباته كويس. وفوحانه كويس مثابت على مبدأه. يعني من ساعة ما اصدروه وهو محافظ على اداءه. خنصروا شوية في التركيبة في اخر بتشين تلاتة يعني بتشات مسلا بتاعت بعد الفين وتسعتاشر ولا وطمنتاشر كمان? لأ طمنتاشر بعد الفين وتمنتاشر ابتدى يبقى فيه حاجات طفيفة كده ممكن تحسها في التركيبة والاداء ونزلوا منه الفلانكروز التانية اللي هي والأي دي بي. انا دايما بنصحك ان انت تجيب فيعني ليه بقى قولك تجيب لان هو ريحته الاوبتمام او هي الكويس قوي ما بين ان هو وبين ان هو او وبين ان هو ثباته كويس واداهه حلو وبتدفع في قد ايه. انما لو هجيب هتدفع اكتر ومش هتلاقي فرق جامد يرضيك بالمبلغ للفرق اللي انت دفعته. والبرفان اللي هو التركيز البي هتلاقي نحس ان هو تقل شويتين. فمش هتبقى واخد انت عاش ديورسافاج العادي. فنصيحتي ليك دايما في ديورسافاج هاتي. وبرضو في الفرزاتشي ايروس هاتي وما تجيبش الفليم. عندك انا عملت فيديو قبل كده هسيبولك في الدسكريبشن. ما بين الفرزاتشي ايروس العادي ده. والفليم. انا دايما بنصح ان انت اجيب الفليم. بس هي طبعا هي ازواق. دي نصيحتنا الشخصية. ممكن انت طبعا تكون ميال اكتر للفليم. ده رأيي احترم. الاتنين كويسين. ولكن لو في افضلية بالنسبالي طبعا هتبقى لده. اه البرفانين اداءهم زي ما قلتلك كويس. اه اداء الاتنين كا اي دي تي. كتركيز اي دي تي. الاتنين اداءهم كويس. يمكن هدي افضلية في الاداء برضو عشان يبقى حقاني لديورسافاج. نيجي النقطة تانية وهي السعر. سعر البرفانين دول مش متقارب خالص بقى. حتة السعر دي فيه افضلية كاسحة الفيرزاتشي ايروس. لان انت مت مت ميالي ممكن تدفع فيها البرفانين خمسة واواربين دولار. الم مت مت ميالي من الديورسافاج انت ممكن توصل انها تدفع فيهم تمانين دولار. او يمكن حاجة وسبعين عشان ما بقى مزبوط. ففي فرق شاسع مما بين الاتنين. انت بتتكلم يعني في تلاتون دولار فرق مما بين الاتنين. الفرق ده هيدي افضلية جندل فرزاتش ايروس بسبب يعني رخصة سعبة. وفي حاجة تانية آآ ملاحظة في الاسواق الفترة اللي فاتت آآ ان ديور سافاج في كتير جدا منه اصبح مضروب في السوق. فتوخى الحزر شوية وانت بتشتري ديور سافاج لو عايز تجيبه فيه منه كتير مضروب ما تجيبش من على اي باي ما تجيبش من على مواقع مشبوهة. لو هجيب اونلاين هاتو من امازون او هاتو من فريجرانس اكس او هاتو من من موقع يعني مسلا لو في مصر برضو هاتو من سوق دوت كوم سولد باي سوق يعني مباع عن طريق البيع عن سوق. ما تجيبوش من الناس مشبوهة من محل تحت بير السلم بل يعني حاول انك تتوخى الحزر لان البرفان الى حد ما غالي وانت محتاج الجودة بتاعتو تبقى كويسة. الفرزاتش ايروس فيه طبعا منه مضروب بس صعب انك يعني ايهة الكعب الفواحد مضروب لان البرفان ماهوش غالي قوي ان الناس تضرب فيه يعني. اه البرفانين انا اقدر اقول لك ان سعرهم يستهلوا سعرهم. الاتنين سواء ده او ده. الفرزاتش ايروس يستهل كل ما اللي يمت دفع فيه. هو غالي شوية ولكن جودته عالية جدا ديور بيعملوا حاجات يعني جودتهم لا تضاها. فالاتنين مقدرش اقول لك ان في حاجة منهم وحشة. فبس انت لو على عندك او الميزانية عندك اقل شوية روح على لو الميزانية عندك مفتوحة شوية ممكن اشجعك انك تجيب الديور اختيار امن الديور اختيار ممكن هيكفيك لمعظم الفصول ومعظم الاوقات على عكس الفرزاتشي ممكن هيحددك شوية فصل الصيف والنهاية للموضوع ايه وكده. فده كان رأيي في الاتنين. في اه في حاجة تانية تعرفها ان البرفانين دول من اكتر البرفانات مبيعا في الفترة اللي فاتت. والموضوع ده مش من فراغ. الموضوع ده لان البرفانين دول مكسرين الدنيا بسبب تركيبتهم وجودتهم واداءهم والناس بتحبوهم. فما تتخيلش ان ان انت هتجيب واحد فيهم وتندم. البرفانين كويسين. ولكن زي ما بقول لك الاول في الاول في الاخر هو الموضوع كله ازواق شخصية. حاول انك لو محترمة بين الاتنين تنزل تجربهم. الديور ممكن يبقى اختيار امن ليك. لو انت مبتدك بحيس ان انت هتجيب حاجة يعني تقضيك في كل المواقف ولكن سعره غالي. الفرزاتشي ايروس هيكفيك بس للصيف والمواقف اللي انا ذكرتها لك وسعره اقل. فدي حاجة كل واحد يحطها هو مع نفسه ويقارنها مع نفسه. الاتنين انا بضمن لك ان هم كويسين وهيعجبوك ومش هتندم ان انت جبتهم ولكن ميزانيتك دي دي تحديتها انت مع نفسك وخلاص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وياريت لو عندكم اي مقامات تانية او اي قراءة تانية في البرفانين دول بالذات او البرفانات تانية عموما ياريت تكتبولي والناس اللي عندها فرزاتشي ايروس وديور سافاج ياريت تكتبولي في الكومنتات بتحب مين فيهم وبتستخدم مين فيهم اكتر من التاني وليه بتفضل واحد عن التاني?